موسيقى السلام عليكم أهلا بكم ملا هذه تغطية الحياة والمباشرة معكم على الهواء من قناة تن نعارك فيها على ما تفضل به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العلم في مصر في هذه الأيام قرم الرئيس السيسي الكثير من علماء مصر وطلابها النجحين وفي تخصصات كثيرة وتحدث في كلمة موجزة إلى الشعب المصري وجه التحية لكل الحاضرين ولي علماء مصر وطلابها النجحين والمتفوقين ووجه مجموعة من الرسائل تحدث عن علم المصريات وعن مكانة العلم في مصر قديما وقال إن مصر الحديثة تستحق العمل من أجل أن تكون أفضل مما كانت عليه في فترات سابقة كان فيها العلم يأخذ مكانته في الفرائنة وجه مجموعة من الرسائل أكد على لقائه المستمر بعلماء مصر في الداخل والخارج بعيدة توليه رئاسة البلاد مباشرة وقال الدولة تاعة تماما دور العلم والعلماء وحريصة كل الحرص على تكريم علمائها وتدعيمهم قال العلم والتكنولوجيا هي الركيزة الأساسية للإنتاج وقال أيضا إن الدستورة مهد الطريق أمام العلماء وألزم الدولة برعايتهم رعاية تامة وقال المجتمع المصري في أمس الحاج للعلماء في كل التخصصات وإن مصر تنتظر كثير من أبنائها ومن رجال الأعمال لدعم التعليم والبحث العلمي واختتم بإعلانه إنشاء صندوق رعاية المبتكرين تحت رعاية وزارة التعليم والبحث العلمي في العاصمة الإدارية الجديدة وأعلن إنشاء أربعة جوائز جديدة لشباب المبتكرين قيمة الجائزة الوحدة 250 ألف جنيه في نهاية كلماته وجه الرئيس السيسي الشكر لكل الحاضرين وأكد على تحياته مرة أخرى لعلماء مصر وطلابها للتعليق على هذا أشاء أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رندا رزق عضو المجلس الرئاسي التخصصي لتنمية المجتمع أهلا بك دكتور رندا أهلا بحياتك أهلا بك كل عام أنت بخير كيف رأيت احتفال مصر بإعلامها اليوم هو طبعا بيواكب النهاردة الاحتفال احتفال مصر بستة تمانية هو واحتفال مختلف وهو كان عنقارات السويس الجديدة نعم وكل سنة بسجانة سيد رئيس الجمهورية بسعالية يعني فعلا بيفرح بها الشعب النسيوبي بيفرح بهذا اللقاء النهاردة اللقاء في الحقيقة كان مهم جدا لقاء السيد رئيس الجمهورية لعلماء ومبتكرين وشباب العلماء المصريين سيد الرئيس كان له رسائل واضحة جدا وكان يمكن الكرامة اللي هو بنقول عليه كلمات سهلة ولكنها أبسطة حقيقة هتاخد وقت كبير جدا سيد الرئيس لما بدأ رسائل قصيرة قال شباب العلماء وقال شاب المبتعين والمبتكرين الاهتمام بعلماءنا بالخارج والداخل الربط بين المبتكرين والمبتعين العالميين المصريين وربطهم بأرض الوطن مرة أخرى عادة إحياء عيد العلم مشروعات قومية واعتبر بنك المعرفة مشروعات قومية واللي أنا كنت لسه بشوفه أو بتابع به كبحثة علمية أنه أصبح مشروع عربي قومي عالمي إن شاء الله وأعتقد أنه يعني بياخد في المؤشرات الدولية بدأ يبقى له رانك وبدأ له اهتمام وخاصة على المستوى العربي أنه بدأ يجي طلبات لبعض الدول أنها تبقى عوضه في بنك المعرفة القومي النصري جمع الزويل طبعا ده مشروع قومي ومشروع من المدارس المصري اليمنية اهتمت الرئيس بأن بسر التجارة العلمي يخرج بقى من نطاق أنه هو بحث العلمي إلى من النظرية للتطبيق إلى تطبيق مع مشروع قومي وخاصة فيما يحتاج بالمجتمع المصري لإحساس بالاكتفاء أو بذلك نقول عليه تنمية المستدامة أو الإحساس بالاكتفاء الذاتي مثل الدواء والغذاء كان أكثر محورين أكسيين في يعني تأكيد سيادته في كلمته اليوم أنه هو كمان أشار إلى نقطة مهمة جدا أن الزحس اللي هلمي لابد أن يكون في دور كبير جدا في الربط بينه لذلك أنا برا اهتمامه بربط سوق العمل بالاستياج الدوة حيندج لي التي أرد إفادها لهؤلاء العلماء برأيك دكتوراند هو طبعا سيد رئيس يمكن أشار كمان في الرسائل القصيرة أنه هو اهتم بأعلماء المصريين بالخارج وبالداخل وزيما قلنا أنا كانت في أكثر من مؤتمر لدعوة علماء مصري بالخارج بسبب وزيرة الهجرة مصر تستطيع وكان مؤتمر ناجح جدا أن أقيم بالغرداء في عام نهاية عام 2016 وكان من أنجح اللقاءات لأنه طبعا خرج منه بعض من الأبحاث العلمية أو الدراسات القيمة لربط الثور المهاجرة من العلماء بوطنهم الأم وأعتقد الكثير منهم الآن هم بعض منهم مستشارين لسد رئيس الجمهورية وممكن مجلس العلماء أيضا الذي أطلقه السدرس الجمهورية برئاسة سيادته شخصيا هو أحد الأهم موجود الثور المهاجرة في هذه المجلس حدثيني عن هذا المجلس وعن أدواره المنوط به القيم بها في الفترة المقبلة خاصة في عيد العلم اليوم متأكيد الرئيس على تضافر الجهود الحكومية وأيضا جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال المجلس الاستشارين المجتمعية طبعا هو المجلس قيم على اتكار الحلوب الزكية المجتمعية وأعتقد أنه سيكون دور مهم جدا في وضع الرؤى الخاصة بمبادرة سدرس الجمهورية لإنشاء الصندوق التطوير اليوم ودور دائما للمجلس الاستشارين المجتمعية هو وضع الحلول الزكية والسريعة لدعم المجتمع في كافة المهام الخاصة به سواء من الخطب الديني أو العاقة أو بعض صغير القوانين الخاصة بالمجتمع المدني أو القصبي نشف الثقافة والمعرفة وتغيير مفاهيم من خلال استخدام الدراما التلفزيونية والعديد من المهام على المستوى المجتمعي أو على المستوى التنموي شكرا جزيلا الدكتور رندا رزق عضو المجلس الرئاسي التخصصي لتنمية المجتمع كنت معي عبر الهاتف من القاهرة ينضم لأدم من القاهرة الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي أهلا بك دكتور محمد دكتور محمد عبد الفتاح لتستمع لها بوضوح أنا سمح بك سم أهلا بك معك أهلا بك كل عام وأنت بخير في عيد العلم والعلماء وانت بصحة السلام فاند ونشكركم على الاهتمام بعيد العلم والعلماء شكرا لك شكرا لكم اللي بصوبة الاتجاه على التكريم العلماء في عيد العلم شكرا لك دكتور كيف نظرت لي احتفال اليوم والذي حضره والرئيس السيسي طبعا مما اللي شك فيه دي رؤية كويسة مستدر رئيسه دائما ما نطلقه وش الحاجات دي وبيشارك المجتمع كله وكل طوائفه في أفرحهم وأحزانهم وأعيادهم فأحنا بإسم العاملين في مجال التعليم الخاص والتعليم بسرعة عامة بقدم له خلال الشكر والتحية بقول لشكر إنساء الرئيس ومشاركتك لينا في عيد العلم نعم أهم الرسائل التي وصلت لكم في الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي من خلال كلمات الرئيس السيسي اليوم طبعا كانت كلها رسائل دعم وكلها رسائل معضضة واهتمام بالتعليم وده كانت من أولى اهتمامات السيد الرئيس بالتعليم هو حط التعليم في بداية القاطرة وبيبز القصرة جهده بالاهتمام بالتعليم مسافر لبها مسافر دول كتيرة عشان يقدر يطبق أكبر حاجة في مجال التعليم وأفضل حاجة في مجال التعليم لأن الجميع يعلم أن التعليم هو القاطرة الأساسية للتنمية اللي هو لما يكون هناك تعليم متقدم لم تكن هناك اقتصاد جيد لم يكن هناك زراعة جيدة لم يكن هناك أي شيء جيد لأن التعليم هو البداية وهو الوسط وهو النهاية نعم أتكلم على المخرج التعليمي المخرج التعليمي هو ناتج عمليش التعلم فالمخرج التعليمي إذا تم تجويده ملدده سيكون الناتج جيد وبالتالي سيكون المستقبل جيد وأنت رئيس الاتحاد العربي دكتور محمد رئيس السيسي أكثر من مرة تحدث عن علماء مصر بالخارج كيف لكم أن تترجموا كلمات الرئيس السيسي اليوم ودعوة صريحة لدعم العلماء في الداخل والخارج أن تترجموا ذلك على أرض الواقع طبعا العلماء المصريين أو اللي احنا نسموهم المغراجدون في الخارج لهم باع طويل في مجال التعليم كملوا في الفترة السابقة قبل مجيء رئيس السيسي ولم يكن دورهم مفاعل ولكن بعد مجيء رئيس السيسي الجميع يتبار في تقديم ما هو في يده أو ما هو بين يديه للإنتقاء بمستوى التعليم والإنتقاء بمستوى العملية التعليمية في مصر والعالم العربي في الشفة عامة ونحن نفخر وعلماء المصريين في الخارج يفكرون أنهم تخرجوا من مدارس مصر وتخرجوا من جامعات مصر والآن يقودوا التواطيرات للعملية التعليمية في الدول العربية وفي الدول الأجنبية ولهم باع كبير نحن ننسى دكتور أحمد زويلا ننسى الأساتيزة بتوعنا الكبار اللي قدروا يضعوا لمسة جميلة وبصمات مديئة في مجال تطوير التعليم على مصر العالم زيادة الجوائز التي تمنحها الدولة للمتفوقين والعلماء وأيضا زيادة قيمة الجوائز وإنشاء أربعة جوائز جديدة كما أعلن الرئيس السيسي اليوم برأيك كيف يدفع ذلك شباب مصر للمضي قدما نحو التعليم والارتقاء في المستوى التعليمي هو اهتمام السيد الرئيس في حد زيادة هذا أكبر جائزة للاهتمام بالتعليم وهذا أكبر تشجيع لأن جميع يعمل ويعمل بطريقة دقوبة ويعمل عمل دقوب للارتقاء في المستوى التعليم والارتقاء شكرا جزيلا دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي كنت معي عبر الهاتف من القاهرة إذن مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة على الهواء ولكن نذكر بأهم الرسائل التي قالها الرئيس السيسي في كلمته نتابع كما كانت هذه كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العلم والتي نقلناها لكم على الهواء مباشرة في تغطيتنا هذه في قناة تن إذن تقبلوا تحيات فريق عمل هذه التغطية وهذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها لكم من القاهرة السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة